هنا يرقد الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت أبو الوليد الأنصاري رضي الله عنه كان من نقباء العقبة وكان من البدريين وشهد كل المشاهد مع الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام كما أنه شهد فتح مصر مع عمر بن العاص رضي الله عنه أول قاضي للمسلمين في فلسطين كان من رواة الحديث وممن جمعوا القرآن الكريم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنك يا عبادة وأرضاك يا أبا الوليد يرقد في مقبرة باب الرحمة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى في مقبرة باب الرحمة إذن إحنا في مقبرة باب الرحمة يرقد فيها الصحابي الجليل عبادة ابن الصامت سبحان الله أن لهذا الصحابي وقد ولد في جزيرة العرب أن يرقد في بيت المقدس ترجمة نانسي قنقر